السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري أهلا بيكم في حلقة رديدة من حلقات في بيتنا مدرسة ومراجعة مهمة جدا في مادة إدارة المشروعات وبنعتبرها دي مراجعة ليلة الامتحان طيب نبتدي نحضر الورقة والألم إن شاء الله بإذن الله الامتحان هيجي سهل مفروش أي مشاكل نذاكر الأجزاء اللي نشرحها مع الأجزاء اللي كانت نازلة على القناة قبل كده كده إن شاء الله بإذن الله يبقى الامتحان معك طيب أما تيجي تذكر المشروعات هتذكرها إزاي أول حاجة لازم تفهم الامتحان بيجي شكل عامل إيه الامتحان بيجي عبارة عن أسئلة مقالية سؤال مقالي وأسئلة الصح والغلط والمصطلح وجزء كبير جدا في الامتحان بيجي على الحالات العملية طيب المنهج بتاعنا إيه الحاجات اللي نركز عليها وإيه الحاجات من العمل اللي برضو نركز عليها لو تكلمنا كده خدنا فكرة بسيطة عن المنهج عشان نعرف نذكر إزاي إحنا بنتكلم على مادة اسمها قدرة المشروعات يبقى لازم كلنا نعرف تعريف المشروع يعني إيه كلمة مشروع لما بيجي نعرف المشروع بنقول على المشروع هو نشاط تستخدم فيه الموارد تاني نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجل الأموال خلي بالك عشان لو جالك سؤال أكمل وقال لك تستخدم فيه نقط وتنفق من أجله نقط هو مهم حاجتين الموارد والأموال لكن لازم يتحطوا في الترتيب الصح بمعنى إيه لما أقول تستخدم فيه كلمة تستخدم فيه هيجي بعدها على طول كلمة الموارد أما كلمة وتنفق من أجله إلا هيتم إنفاقه الأموال الأموال يبقى هو المشروع عبارة عن إيه هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال طب ليه من أجل الحصول على منافع متوقعة وخلي بالك أنا ما قلتش أرباح قلت إيه منافع أو إرادات متوقعة في فترة زمنية معينة ودي بسميها عمر المشروع ده تعريف المشروع طيب شكل الأسئلة في الامتحان بيجي إزاي هناخد مع بعض كده نمازج لبعض الأسئلة المهمة جدا نجيب الورقة ونقلم ونكتب الكلام المهم اللي هنقوله ده نشوف كده مع بعض أول سؤال عندنا ممكن ييجي إزاي في الامتحان إن شاء الله عندنا أول سؤال بيقول إذا كان معدل عائد الاستثمار 12% وسعر الفائدة السائد في السوق 10% فهل يقبل المشروع أو يرفض المشروع من الأسئلة المشروعة جداً اللي بتيجي في الامتحان قبل ما أقول لك الإجابة سؤال مهم جداً هو يعني إيه عائد الاستثمار ويعني إيه سعر الفائدة طيب أنا لو معي مبلغ المبلغ ده 100 ألف جنيه قدامي طريقين يا إما هعمل بيهم مشروع أو في طريق تاني اللي هو أحطهم في البنك لو أنا حطيت الفلوس دي في البنك هيجيبولي إيه آه هيجيبولي فايدة برفع عليكم هيجيبولي فايدة يبقى ده اسمه سعر الفايدة أما لو أنا خدت الفلوس دي واستثمرتها في مشروع هيجيبولي فايدة لا هيجيبولي حاجة اسمها معدل عائد الاستثمار طيب لما يكون معدل عائد الاستثمار أكبر من سعر الفايدة بمعنى إيه لو أنا معي المبلغ ده عملته في مشروع جاب لي عائد استثمار 15% ولو أنا سبته في البنك هيجيبيني 10% مين الأكتر برفع عليكم عائد الاستثمار في الحالة دي يتم قبول المشروع يبقى إذا كان معدل عائد الاستثمار أكبر من سعر الفايدة السائد في السوق يتم قبول المشروع تاني الجملة جملة مهمة جدا ونكتبها إذا كان معدل عائد الاستثمار أكبر من سعر الفايدة السائد في السوق يتم قبول المشروع أما لو العكس بقى يعني العكس إذا كان سعر الفايدة السائد في السوق أكبر من معدل عائد الاستثمار يتم رفض المشروع ما أعملش المشروع خلي بالك أنا حكم كله على المشروع مناش دعوا بالبنك لكن بستخدم سعر الفايدة قام قياس أو مؤشر إن أنا أعمل المشروع أو ما أعملوش يبقى لو في الامتحان إيجا قالك إذا علمت أن سعر الفايدة السائد في السوق 9% ومعدل عائد الاستثمار للمشروع 12% وبينكسين جايب لك يقبل أو يرفض أقول له إيه برافو عليكم يقبل ولو سألك على السبب قول له لأن معدل عائد الاستثمار أكبر من سعر الفايدة السائد في السوق وده نقطة مهمة جدا وبتتكرر على طول في الامتحانات تعال مع بعض كده نشوف الحالة التانية إيه اللي عندنا دي مسألة أو حالة عملية مهمة جدا بيقول طرح مشروع قرد بإصدار 4000 سند سعر السند 50 جنيه لمدة 5 سنوات قبل الضريبة احسب تكلفة الاقتراض إذا علمت أن الفائدة 20 ألف جنيه طيب نقول المسألة تاني طرح مشروع قرد بإصدار 4000 سند سعر السند 50 جنيه لمدة 5 سنوات قبل الضريبة احسب تكلفة الاقتراض إذا علمت أن الفائدة على حملة السندات 20 ألف جنيه قبل ما نحل المسألة دي هو يعني إيه الأول تكلفة الاقتراض لازم نبقى عارفين المصطلح ده مصطلح مهم جدا يعني إيه تكلفة الاقتراض تكلفة الاقتراض هي الحد الأدنى الواجب تحقيقه فيه من الأموال المستثمرة أو الأصول المستثمرة بالقرد يعني إيه يعني أنا لما أخد قرد من البنك الفلوس اللي أنا أخدها من البنك دي أشغالها لازم تجيب لي حد أدنى الحد الأدنى ده بسميه تكلفة الاقتراض طيب تكلفة الاقتراض دي المسألة بتتحل إزاي تكلفة الاقتراض بتساوي الفايدة على أصل القرد في مية تاني تكلفة الاقتراض بتساوي الفايدة على أصل القرد في مية في بعض المسائل بيجيب لك على طول فايدة وأصل قرد يبقى أنا أقسم على طول الفايدة على أصل القرد في مية أما في حالة اللي قدامنا دي مش جايب أصل القرد يبقى هنا قبل ما حل المسألة لازم انا اجيب اصل القرد طب اصل القرد بيساوي ايه عدد السندات المصدر في قيمة اسمية للسند تاني اصل القرد بيساوي عدد السندات في قيمة اسمية للسند يعني ايه يا مستر يعني هناخد 4000 سند واضربهم في القيمة الاسمية اللي هو جايبها لك اللي هي ال 50 جنيه تاني هاخد 4000 واضربها في خمسين جنيه هيديني ميتين ألف جنيه يبقى أنا كده عندي أصل القرد ميتين ألف جنيه كده بقى عندي الفايدة وأصل القرد أقوم آسم الفايدة على أصل القرد وضرب في مية عشان يديني معدل كده يديني تكلفة الاقتراض نقولها تاني عشان من المسائل المهمة جدا زي ما قلتلك في بداية الحلقة هتورق أو ألم وكتب المسائل دي حاجات مهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله الامتحان ييجي سهل ونقدر نحل كلنا المسألة تاني طرح مشروع قرض بإصدار أربع تلاف سند سعر السند خمسين جنيه لمدة خمس سنوات قبل الضريبة احسب تكلفة الاقتراض إذا علمت أن الفائدة على حملة السندات عشرين ألف جنيه طيب نبسطها كده وحضر الورقة واشرحها لك شرح كده تفهمها بيها عشان أجيب تكلفة الاقتراض القانون بتاع تكلفة الاقتراض بيساوي الفائدة على أصل القرد في 100 طيب الفائدة موجودة ولا مش موجودة موجودة عشرين ألف جنيه طب أصل القرد موجود لا مش موجود يبقى هاعمل إيه لازم أجيب أصل القرد بس أكتب له أكتب له الجملة اللي احنا كاتبينها دي أقول له أصل القرد بيساوي أصل القرد بيساوي بيساوي إيه؟ بيساوي عدد السندات في سعرها عدد السندات في سعرها هم 4000 سند سعر السند 50 جنيه يبقى أضرب لـ 4000 في 50 يديك أصل القرد 200 ألف جنيه كده بقى عندك الحاجتين الفائدة الموزعة وأصل القرد أقسم لتنين على بعض واضرب في 100 يديني فايدة 10% بس خلي بالك هو تغلط وتعمل العكس إيه هو العكس؟ إن انت تقسم أصل القرد على الفائدة طبعا كده المسألة بقت خطأ ليه؟ لأن تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة على أصل القرد نخلي بالنا من النقطة دي مهمة جدا تعال نشوف مع بعض الحالة التانية اللي عندنا بفرض إن أحدى المشروعات أصدر أسهم ممتازة وكانت القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه والتوزيع المحدد 10% وصافي قيمة السهم 95 جنيه فما هي تكلفة الأسهم الممتازة؟ برضو من الحالات العملية المتوقعنا لها في الامتحان تكلفة الأسهم الممتازة بتساوي التوزيع السابت على صافي كنت السهم في 100 تاني التوزيع السابت على صافي كنت السهم في 100 يعني هقول عشرة على صافي كنت السهم عندك 95 في 100 هيديني تكلفة الأسهم الممتازة نشوف الحالة اللي بعد كده إذا كانت القيمة السوقية للسهم 100 جنيه والتوزيع المتوقع للسهم في العام القادم 4.5 ومعدل النمو المتوقع 7% فما هي تكلفة الأسهم العادية؟ خلي بالك اللي فاتت كانت تكلفة الأسهم الممتازة أما هنا عايز تكلفة الأسهم العادية تكلفة الأسهم العادية بتساوي إيه؟ آه التوزيع وخلي بالك في الامتحان عشان ما تفقدش درجات اكتب القانون وبعد كده عوض في القانون تكلفة الأسهم العادية بتساوي التوزيع المتوقع للسهم على القيمة السوقية زائد معدل النمو في 100 يعني 4.5 على 100 زائد 7 من 100 في 100 بتديك 11.5% إذن هنا تكلفة الأسهم العادية بتساوي 11.5% نقول المسألة تاني نقولها تاني الناس تجيب الورقة والألم وتكتب المسائل دي إذا كانت القيمة السوقية للسهم 100 جنيه والتوزيع المتوقع للسهم في العام القادم 4.5% ومعدل النمو المتوقع 7% فما هي تكلفة الأسهم العادية؟ بكتب له القانون الأول بقول له تكلفة الأسهم العادية بتساوي التوزيع المتوقع للسهم على القيمة السوقية للسهم زائد معدل النمو في 100 وطبعا كل البيانات اللي احنا قلناها في القانون موجودة عندك في المسألة التوزيع المتوقع 4.5% على المية زائد معدل النمو المتوقع 7% بتتكتب كده علامة و7 من 100 في 100 هيديني 11.5% يبقى أنا كده جيت تكلفة الأسهم العادية نشوف الحالة اللي بعد كده بفرض أن القيمة السوقية للسهم 180 جنيه والتوزيع المتوقع في العام القادم 12 جنيه ونص وسعب الضريبة 20% فما هي تكلفة الأرباح المحتجزة طبعا من البردو من الحالات العملية المهمة جدا 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 تكلفة الأرباح المحتجزة بتساوي توزيع المتوقع في 1 نقص الضريبة على القيمة السوقية في 100 طيب توزيع المتوقع 12 أنا ما بجيبش حاجة من عندي كله من التمين اللي قدامنا أقول 12.5 في 1 نقص 20% واحدة يقول لي هو أنت جيبت 22% هقول لك وصعب الضريبة كام 20% لكن هنا عشان أسهل العملية الحسابية بكتبها كده على تكلفة على القيمة السوقية اللي هي 180 وضرب في 100 هيديني تكلفة الأرباح المحتجزة يبقى خلي بالك دلوقتي عندك تكلفة الأسهم العادية تكلفة الأسهم العادية تكلفة الأرباح المحتجزة وتكلفة الأسهم الممتازة نخلي بالنا ممكن واحدة أو اتنين ييجوا من دول في الامتحان يبقى تاني برضو المسألة اللي هأكد عليها تاني ونذكرها كويس جدا تكلفة الاقتراض تكلفة الاقتراض قانون بتاع تكلفة الاقتراض تكلفة الاقتراض بتساوي الفايدة على أصل القرد في 100 يعني هو في الامتحان ممكن يقولك أصدرت إحدى الشركات قرد سندي بقيمة 100 ألف جنيه والفايدة الموزعة 10 ألف جنيه احسب تكلفة الاقتراض يبقى هو هنا جايب لك إيه؟ جايب لك الفايدة جاهزة وأصل القرد جاهز أما في حالة إن هو ما يجيب لكش أصل القرد لو ما تدلكش في المسألة أصل القرد هيديك حاجة تجيب بها أصل القرد بمعنى إيه؟ أنا عشان أجيب أصل القرد أصل القرد بيساوي عدد السندات في القيمة الإسمية للسند يعني هيقولك أصدرت إحدى الشركات 5000 سند 6000 سند سعر السند 10 جنيه 50 جنيه 100 جنيه أنا بجيب أصل القرد إزاي؟ بضرب عدد السندات أي أن كان 1000-2003 في السعر اللي هو من الدهوني لما أضرب الاتنين في بعض بيديني حاجة اسمها قيمة القرد وطالما جبت قيمة القرد على طول بقول له تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على قيمة القرد في 100 عشان يدينا معدل ده بعض الحالات العملية اللي إيه شرحناها قدامكم حالات عملية مهمة جدا طيب نماجه مع بعض كده جزء من الأجزاء النظري عندنا دراسات الجدوى بيخلي بالنا منها بتيجي على طول في الامتحان عندنا دراسة الجدوى الاقتصادية دي وسيلة علمية بيتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع تنقسم دراسة الجدوى الاقتصادية إلى نوعين خلي بالك بقى من الكلام المهم دراسة الجدوى الاقتصادية بتنقسم إلى نوعين دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصلية يبقى لو جلنا سؤال اكمل كده وقال لي تنقسم دراسات الجدوى إلى نوعين يبقى قوله ايه دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصلية طب ايه الفرق يا مستر بين المبدئية والتفصلية وان هي اللي هتكون الاول طبعا من الاسماء كده المبدئية هي اللي هتكون الاول ليه لان انا بقول دراسة مبدئية دراسة المبدئية هي دراسة استكشافية أولية هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل كل وظيفة الدراسة المبدئية أن أنا أتأكد أني مفيش مشاكل تعوك المشروع يبقى الدراسة المبدئية دراسة أولية استكشافية للأفكار هدفها حاجة واحدة بس برافو عليكم التأكد من عدم وجود مشاكل أنا لما أتأكد أني مفيش مشاكل هعمل إيه؟ هنقل على الدراسة اللي بعدها طب ايه هي الدراسة اللي بعدها الدراسة التفصيلية وهي دراسة كاملة عن المشروع توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية تاني الدراسة التفصيلية دراسة كاملة عن المشروع بتوضح ابعاد الفكرة الاستثمارية من النقطتين اللي انا قلتهم تعريف المبدئية وتعريف التفصيلية عندنا مواضيع مسئلة كتير جدا في الامتحان يعني لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك كده الدراسة المبدئية تالي الدراسة التفصيلية تاني الدراسة المبدئية تالي الدراسة التفصيلية قبل ما تقول الإجابة هو يعني تالي تالي يعني تيجي بعدها تيجي خلفها طبعا هنا بقول له لا خطأ ليه خطأ لأن الدراسة المبدئية تسبق الدراسة التفصيلية أو الجملة بمعنى صح الدراسة التفصيلية تالي المبدئية يعني التفصيلية هي اللي بتيجي بعد المبدئية يبقى نخلي بنا طيب لو جلنا برضو سؤال صح وغلط وقال لنا تاني ورقوا ألم ونكتب الأسئلة اللي أنا بقولها دي سئلة مهمة جدا إن شاء الله ومتوقعة في الامتحان لو جلنا سؤال كده وقال لي الدراسة المبدئية تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع تاني الدراسة المبدئية تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع بقوله هنا الإجابة خطأ الدراسة المبدئية هي دراسة أولية استكشافية للأفكار هدفها التأكد من عدم موجود مشاكل ما لهاش دعوة إطلاقا بالتفاصيل ليه لو أنا اتأكدت إن ما فيش مشاكل هخش على الدراسة اللي بعدها اللي هي الدراسة التفصيلية خلي بالك بقى من المصطلح إيه هي الدراسة التفصيلية دراسة كاملة عن المشروع توضح أبعاد الفكرة الاستثمارية وتتكون من وده موضوع سؤال مما تتأجأ في امتحانات سابقة مما تتكون الدراسة التفصيلية تتكون من أربع حاجات يهم واحد الدراسة التسويقية اتنين الدراسة الفنية تلاتة الدراسة التمولية أربعة مرحلة التقييم المالي والاقتصادي الاقتصادي للمشروع يبقى تتكون الدراسة التفصيلية من أربعة دراسة فنية دراسة تسويقية دراسة فنية دراسة تمولية مرحلة التقييم الاقتصادي والمالي للمشروع يبقى نخلي بالنا كده طيب هتديك فكرة بسيطة كده عن الدراسة التسويقية طيب قبل ما ناخد فكرة عن الدراسة التسويقية الاول هل في فرق بين البيع والتسويق تاني هل في فرق بيع بين البيع والتسويق طبعا وده برضو من الحاجات اللي أنا أقلقيها متقررة كتير جدا في الامتحان ايه الفرق بين الاثنين طبعا البيع جزء من التسويق تاني البيع جزء من التسويق اما التسويق عام واشمل من البيع تاني البيع جزء من التسويق أما التسويق أعم وأشمل من البيع يعني معنى كده أن عملية البيع دي جزء في سلسلة التسويق يعني جزء من عملية التسويق عشان كده بنقول كلمة التسويق أعم وأشمل أعم وأشمل يعني إيه؟ يعني بتشمل حاجات كتير جدا من ضمنهم حاجة اسمها البيع يبقى لما يجي يقول لك صحة وغلق البيع أعم وأشمل من التسويق أقول له لأ خطأ طب هو يعني إيه التسويق؟ كلمة التسويق معناها السعي لإشباع احتياجات ورغبات المستهلك تاني كلمة التسويق معناها السعي السعي من مين؟ وضع عليكم من المنتج لإشباع احتياجات ورغبات المستهلك طيب لما باجي عندنا جملة مشهورة جدا برضو بتيجي كتير في الامتحان الجملة دي التسويق مهم التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإقدارة التسويق فقط تاني التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإقدارة التسويق فقط يعني إيه؟ يعني في عندنا أي مشروع وأي منشأة فيها إدارات إدارة المبيعات إدارة المخازن إدارة المشتريات إدارة التسويق كل إدارة من دول مسؤولة عن الجزء يعني المبيعات مسؤولة عن المبيعات التخزين مسؤولة عن المخازن أما التسويق كل الإدارات مسؤولة عن التسويق عشان كده بنقول إيه التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإدارة التسويق فقط طيب عندك برضو جزء مهم جدا وبرضو بيجي في الأسئلة كتير عناصر المزيج التسويق المنتج لما ييجي يسوق للسلعة بتاعته بيعمل حاجة اسمها المزيج التسويق المزيج الإيه التسويق طيب إيه عناصر المزيج التسويقي أربع عناصر لو جلنا سؤال أكمل كده عناصر المزيج التسويقي واحد اتنين تلاتة اربعة أقوله إيه واحد المنتج واحد المنتج اتنين السعر تلاتة التوزيع أربعة الترويج يبقى المنتج لما بيجي يعمل حاجة اسمها مزيج تصوكي عندنا اربع حاجات منتج تسعير اوسع وعندنا التوزيع وعندنا كمان الوسائل التروجية للسلع طب ايه هو المنتج يا مستر المنتج هو السلع او الخدمة التي يقدمها المشروع خلي بالك من المصطلحات دي انا بعيد وزيد فيها عشان انت او انت تجيب ورق او قلم وان شاء الله باذن الله الامتحان ييجي بسيط ونقدر نحل المنتج المنتج هو السلع او الخدمة التي يقدمها المشروع ما هو المشروع هيقدم حاجة من الاتنين هيقدم سلع يخدم الاتنين مع بعض كده اسمهم المنتج تاني حاجة السعر او المزيج السعري عندنا اكتر من طريقة للتسعير التسعير على اساس التكلفة التسعير على اساس السوق التسعير على اساس قدوات المستهلك التسعير على أساس المنافسة طيب عندي نقطة مهمة جدا ويابيت نكتبها بنقول إذا كانت السلعة لها مثيل في الأسواق يعني أنا كمنتج هنزل سلعة في زيها في السوق يتم تسعيرها على أساس سعر نقط سعر إيه رفع عليكم سعر السوق طالما في زيها في السوق يعني السلعة اللي أنا هنتجه اللي زيها في السوق يطرح ثمانه خمسة ستة يبقى أنا هبيع بنفس سعر السوق أما إذا كانت سلعتين ليس لها مثيل يعني إيه ليس ما مثيل يعني سلعة جديدة نزلة السوق مش موجودة قبل كده يتم التسعير عن طريق يا إما عن طريق التكلفة أو حسب قدرات المستهلك طيب عندنا العنصر التالت في المزيج التسويقي التوزيع والتوزيع أو بسميه المزيج المكاني المزيج الايه رضو عليكم المكاني سمناه للمزيج المكاني نسبة للمكان مكان إيه يا مستر مكان تواجد السلعة إذن التوزيع هو مكان تواجد السلعة لو قالك في الامتحان السوق هو مكان تواجد السلعة قوله لا خطأ التوزيع هو مكان تواجد السلعة تاني التوزيع أو المزيج المكاني هو مكان تواجد السلعة نيجي للنشاط الرابع من المزيج التسويقي النشاط التوريجي وده وسيلة اتصال التسويقية للمنشأة الوسيلة اللي بتستخدمها المنشأة لتسويق المنتج بتاعها عناصر المزيج التوريجي عندنا عناصر المزيج التوريجي خمسة ايه هما الاعلان النشر او الاشهار تاني الاعلان النشر او الاشهار تنشيط المبيعات والعلاقات العامة وهي عملية البيع الشخصي طيب إيه الفرق بين دول الإعلان هي وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع أو الخدمات وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات مكفوع الأجر يبقى حطي خط تحت الجملة الأخيرة اللي أنا قلتها دي تاني الإعلان وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات مكفوع الأجر مكفوع لإيه؟ الأجر اما النشر او الاشهار هو برضو وسيلة من وسائل تقديم الافكار للسلع والخدمات غير مدفوع الاجر يبقى الفرق بين الاعلان والنشر ان الاعلان مدفوع الاجر اما النشر والاشهار غير مدفوع الاجر نيجي نتكلم على تنشيط المبيعات هو حافز للمستهلك عملية حافز للمستهلك عشان كل الوسائل اللي بتستخدمها للمنشأة لتحفيز المستهلك على عملية الشراء اسمها تنشيط المبيعات عملية البيع الشخصي هي عملية بيع شفوية قائمة على الاقناع عملية اقناع بيع شفوي قائمة على الحديث اللبق اللي بيقوم بيه البائع وبسميها البيع الشخصي اخر حاجة عندي العلاقات العامة وده مصطلح مهم جدا هي وسيلة اتصال المنظمة بجمهورها تاني العلاقات العامة هي وسيلة اتصال المنظمة بجمهورها يبقى عندك هنا اربعة في المزيج التسويقي وخمسة في المزيج الترويجي عناصر المزيج التسويقي قلنا منتج سعر توزيع ترويج اما عناصر المزيج الترويجي الاعلان النشر والشهار البيع الشخصي تنشيط المبيعات والعلاقات العامة طبعا هو في الامتحان بها هيجي يقولك مثلا يعتبر المنتج من عناصر المزيج الترويجي طبعا اقوله خطأ ليه لان المنتج من عناصر المزيج التسويقي يجي يقولك يعتبر البيع الشخصي من عناصر المزيج التسويقي اقول له خطأ ليه لان البيع الشخصي من عناصر المزيد التريجي ده فكرة كده بسيطة عن الجزء الاولاني طب تعال نشوف مع بعض الحالة اللي بعد كده اللي معنا بلغت التكاليف السابتة لأحدى المشروعات 25 ألف جنيه والتكاليف المتغيرة 60 ألف جنيه والمبيعات اجمال المبيعات 100 ألف جنيه احسب قيمة الانتاجة التي تحقق نقطة التعادل طيب هي نقطة التعادل ديت أولا يعني ايه نقطة التعادل قبل منقول المسألة نقطة التعادل هي النقطة التي يتساوى فيها الإراد مع التكاليف أي حد بعمل مشروع لازم الأول يشوف نقطة التعادل دي النقطة اللي بيتساوى فيها الإراد مع التكاليف نقطة التعادل بتبقى بجيبها عن طريق حاجتين اول حاجة نقطة التعادل بالقيمة طبعا حدا يقول لي طب انا عرف منين هو عايزة بقاني بالقيمة ولا بالكمية نبص كده على المطلوب احسب قيمة الانتاج احسب ايه قيمة الانتاج وطالما قال احسب قيمة الانتاج يبقى هنا عايزها بالقيمة طبعا القانون بتاعها نقطة التعادل بالقيمة بيساوي اجمال التكاليف السابتة على اجمال التكاليف واحد نقص اجمال التكاليف المتغيرة على اجمال المباعد وطبعا هنا انا مش بجيب حاجة من عندي انا باخد التلات معطيات اللي موجودين في المسألة اللي هم تكاليف السابتة واجمال التكاليف المتغيرة واجمال المباعد بحط اجمال التكاليف السابتة لالخمسة وعشرين حط شرطة كسر وبقول واحد نقص اجمال التكاليف المتغيرة ستين الف مبيعات ميت الف. وطبعا هنا اهم حاجة في المسألة التمييز. التمييز هنا جنيه. طب ليه جنيه? لانه هو عايز قيمة الانتاج. والقيمة التمييز بتاعها جنيه. تاني القيمة التمييز جنيه. نخلي بالنا من النقطة دي. دي كانت قيمة التعادل. طب نبص على الحالة اللي بعدها. بلغت التكاليف السابقة لمشروع خمسة وعشرين الف جنيه. والتكاليف المتغيرة للوحدة خمسة جنيه. وسعر بيع الوحدة عشرة جنيه. احسب كمية التعادل. طب هو انا كده منها هتلغبط لأ ما بيش لغبطة. في فرق لما يقول لي احسب قيمة التعادل. قيمة التعادل اقول له قيمة التعادل بتساوي. تكاليف السابقة على واحد نقص التكاليف المتغيرة على اجمال المبيعات. اما نقطة التعادل بالكمية بتساوي. اجمال التكاليف السابقة على سعر بيع الوحدة نقص التكلفة المتغيرة للوحدة. والتمييز هنا بيكون ايه? بيكون واحدة. والواحدة هنا ليه? عشان دي كمية. يعني مثلا. هقول اجمال التكاليف السابقة خمسة وعشرين الف على عشرة نقص خمسة يديك خمسة الاف واحدة. طيب. يبقى احنا كده عندنا حاجة اسمها. نخلي بالنا منها. حاجة اسمها نقطة التعادل. يعني ايه نقطة التعادل? نقطة التعادل هشرح لك الفرق ما بين اللي اتنين. نقطة التعادل وكمية التعادل. فيه فرق ما بين نقطة التعادل وكمية التعادل. نقطة التعادل معناها كلمة نقطة التعادل هي النقطة التي يتساوي فيها الاراضة مع التكاليف. اي حد بيعمل المشروع لازم يعمل نقطة التعادل يعني نقطة التعادل النقطة اللي بيطلق فيها الإرادة مع التكاليف الاتنين بيبقى أردوا بعض كده طبعا عشان أنا أكسب لازم الإرادة بتاعي يبقى أكبر من التكاليف نقطة التعادل بجيبها الطريقتين يا إما بالقيمة والقيمة افتكر كويس جدا إن القيمة التمييز بتاعها جنيه بقوله قيمة التعادل التي تحقق الإنتاج بتساوي تكاليف السبت على واحد نقص إجمالي التكاليف المتغيبة على إجمالي المبيعات ده لو طالب بالقيمة أما لو طالبها بالكمية بالكمية هيديك ونخلي بالنا من المسألة دي هيديك تلات بيانات إيه هم التلات بيانات دول أو التلات معطيات هيديك تكاليف سبتة هيديك تكاليف متغيبة للوحدة هيديك سعر بيع الوحدة ويقولك احسب نقطة التعادل التي تحقق الكمية بقى هو أنا عايزها كمية طب كمية التعادل بتساوي إيه كمية التعادل بتساوي التكاليف السبتة على سعر بيع الوحدة نقص التكلفة المتغيرة يعني لو هو قال لي التكاليف السبتة 25 بحط له 25 هيجي يقولك سعر بيع الوحدة 10 جنيه والتكلفة المتغيرة 5 جنيه احسب كمية او نقطة التعادل التي تحقق الكمية هم قيل له كده نقطة التعادل بالكمية بتساوي 25 ألف للتكاليف السبتة على سعر بيع الواحدة لعشرة جنيه ناقص الخمسة هتعملها على الآلة خمسة وعشرين ألف على عشرة ناقص خمسة هيديك خمس تلاف خمس تلاف ايه وحدة طب ليه انا مركز على التمنيز او ايه يعني لان انت ممكن تجي لك المسألة اختيار يقول لك ايه بلغت التكاليف السابقة ويجيب لك مسألة كبيرة ويجيب لك بين قصين حاكتين في الاخر قبل يجيب الحاكتين فبيقول ايه فتكون كمية التعادل عشرة تلاف جنيه ولا عشرة تلاف وحدة من غير ما تحل المسألة طالما ايه الكمية يبقى جنيه ولا وحدة برفع عليكم يبقى وحدة اما لو كان ايه القيمة من غير ما حل المسألة تبقى على طول القيمة تميزها جنيه عشان كده في مسألة نقطة التعادل نركز جدا جدا على التمييز يبقى تاني لو طالب بالقيمة يبقى التمييز جنيه أما لو طالب بالكمية يبقى هنا التمييز عندك بالوحدة يبقى دي خلي بالك كمية التعادل سواء بالنقطة التعادل سواء بالقيمة أو بالكمية من الأسئلة المتوقعة جدا وبتيجي على طول في الامتحان برضو ناخد جزء نظري أنا بحاول أديك الحالات العملية بحاول أرجع لك على المنهج كله عندنا نقطة مهمة جدا العوامل المحددة للطلب وعرض السلع بالنسبة للعوامل المحددة للطلب على السلع ثمن السلع هل ثمن السلع لي علاقة بالكمية المطلوبة؟ طبعا هناك علاقة عكسية علاقة إيه؟ عكسية بين ثمن السلع والكمية المطلوبة كلما زاد ثمن السلع كلما قلت الكمية المطلوبة تخلي بالك تاني كلما زاد ثمن السلعة كلما قلت الكمية المطلوبة او العكس كلما قلت ثمن السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة ودي بنسميها علاقة عكسية لكن العلاقة العكسية دي مع سبات العوامل الاخرى يعني مش دايما لها استثناءات بس طبعا يعني مثلا سعر السلعة قل كمية المطلوبة ايه تزيد ما عاده نعين من السلع ايه هم من نعين دول السلع التفاخر يعني سلع التفاخر يعني السلع اللي احنا بنجيبها ونتباهى ان هي غالية كلما تغلق نجيبها اكتر دي بنسميها سلع التفاخر دي لا تقضع لقانون الطلب السلع التانية السلع المرتبطة الجودة بالسعر يعني ايه يعني مثلا واحد يقول لك ايه ازاي ما بيقول كده الغالي تمنه فيه يعني إيه الغالي 8 وفيه أنا مروح أعمل قضة نوم لو قضت النوم بـ 100 ألف أو 200 ألف أو 300 ألف هنا مهما السعر عالة مش هقالي للكمية المطلوبة هنا ليه؟ لأن السعر موطبط بالجودة زي اللي بيجيب ألماظ بيه كل ما الحاجات دي سعرها ارتفع كل ما الكمية المطلوبة للي بيشتريها بيتزيد عنده طبعا ده ده الاستثناء خلي بالك القعدة العامة بتقول كلما قالت 8 زادت الكمية كلما زادت 8 قالت الكمية دي العلاقة العكسية ما عدا سلعتين سلعة بسميها سلعة التفاخل السلعة اللي احنا بنتباهى بيها والنوع التاني من السلعة السلعة المرتبط التمن بجودة السلعة يبقى فيه علاقة عكسية بين التمن طيب دخل المستهلك هل هناك علاقة ما بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة نعم هناك علاقة بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة إيه العلاقة اللي بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة طب هقول العلاقة وإحنا نستشفها كده لو دخلي زاد دخل أنا زاد الكمية المطلوبة تزيد ولا تقل رفع عليكم تزيد طب لو دخلي قل الكمية المطلوبة تقل ولا تزيد هتقل يبقى دخلي قل الكمية اللي أنا باشتريها اللي أنا بطلوبها وباشتريها وعند استعدادة جيبها تقل دخلي زيد الكمية المطلوبة دي بنسميها في العلاقات علاقة طردية يبقى خلي بالك هناك علاقة طردية بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة يبقى احنا عندنا علاقتين هنا في ثمن السلعة العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة علاقة عكسية بمعنى كلما زاد ثمن السلعة كلما قلت الكمية المطلوبة والعكس كلما قلت ثمن السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة أما في دخل المستهلك لو جزاء الدخل المستهلك كمية المطلوبة بتزيد لو قل دخل المستهلك الكمية المطلوبة بتقل ودي تسمى علاقة طردية دي العوامل اللي بتأثر فيه الطلب على السلع طبعا عندنا شكل السوق برضو بيأثر يعني هل السوق ده سوق منافسة كاملة أو سوق احتكاري أو سوق مسيطر عليه الحكومة هي اللي مسيطرة عليه طبعا انت بتشوف شكل السوق قبل ما تنزل الكمية المطلوبة بتاعتك كمان عندنا أسعار السلع البديلة والمكملة أسعار السلع البديلة يعني إيه يعني أنا لما باجي بحس بالكمية المطلوبة كمستهلك أحط بحسابي أنا كمنتج بقى السلع بتاعتي لها بديل ولا ملهاش بديل يعني أصعب السلع البديلة إيه يعني مثلا لو أنا هنزل منتج غالي طب ما لو لي بديل أقل الناس هتقبل عليه السلع المكملة يعني إيه السلع المكملة السلع المكملة هنا السلعتين اللي بيكملوا بعض يعني إيه بيكملوا بعض يعني مثلا المعجون السنان وفرشة الأسنان دي اسمها سلع مكملة السكر والحلويات دي سلع مكملة طب إيه العلاقة دي يا مستر يعني إيه العلاقة بين السكر والحلويات طبعا دي احنا بنسميها سلعة مكملة مكملة يعني ايه يعني كلما ارتفع تمن السكر لو تمن السكر زاد الكمية المطلوبة من الحلويات تقل الله طب السكر هو اللي زاد لما انا هقولك ما هو السكر ده عامل اساسي في الحلويات فلو سعر ارتفع فبالتالي سعر الحلويات هرتفع الطلب يقل عليها دي اسمها السلعة المكملة طبعا عندنا جودة السلعة توزيع الدخل القومي كل دي حاجات بتتحكم في الكمية المطلوبة للسلعة اما بال عوامل المحددة لعرض السلعة وخلي بالك لما اقول الطلب بتكلم من وجهة نظر المستهلك اما لما اتكلم على العوامل المحددة للعرض يبقى انا بتكلم من وجهة نظر المنتج المنتج عنده سؤال مهم جدا اعرض كمية يقدي ايه طبعا قبل ما نقولها يعرض كمية يقديه يجاوب على اسئلة اللي نقولها دي هدف المشروع ايه هدف المشروع هل انت نازل تنافس في السوق هل انت نازل تجني الارباح هل انت نازل ووصك في سلعتك يبقى انت هتحدد ايه طبعا من ضمن العوامل اللي بتتحدد عرض السلعة آآ 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 آ� دخل المستهلك بيأثر في الكمية المعروضة عندنا كمان العوامل مرونة الطلب على المواد المستخدمة في الانتاج استخدام التكنولوجيا كل ده بيأثر في العوامل اللي بتحدد عرض السلعة يبقى احنا عندنا كده عوامل بتحدد عرض السلعة وعوامل بتحدد الطلب على السلعة برضو زي ما احنا متعودين بناخد جزء نظري ونخش مع بعض نشوف حالة عملية معنا تاني بيقول اذا كانت تكلفة انتاج الوحدة 3 جنيه ونسبة الاضافة 25% احسب سعر البيع سعر البيع بيساوي ايه 3 في 125 على مية بيساوي 3 جنيه 75 طيب في ناس طبعا مش هتفهم يعني هيبقى النقطة صعبة عليها لا نوضحها هو ده معناها ايه معناها اننا بنتك سلعة ده بيسميها ايه بقى بسميها نسبة الاضافة وده بيجي لنا مصطلح مهم جدا يعني هي يا مستر نسبة الاضافة نسبة الاضافة هي النسبة التي يضفها المنتج على سعر التكلفة لتحقيق ربح معقول تاني نسبة الاضافة يقول لك نسبة وانت تحوله ازاي يعني يقول لك مثلا انا هنتك سلعة تكلفتها 10 جنيه وعايز اكسب فيها 30% ابيع بكام ما بيقولكش اكسب كام ابيع بكام سعر البيع كام اقول له ماشي بسيطة جدا او ماخد التكلفة وضربها في ايه النسبة اللي هو امدها لك ازود عليها 100 لكومة التكلفة الاصلية يعني مثلا قال لي سعر التكلفة 10 جنيه ونسبة الاضافة 30% او ما انا اقول له ايه 10 في 130 على 100 يبقى 13 جنيه بقى انا بيقى هنا ب13 جنيه مثال تاني سلعة تكلفتها 100 جنيه ونسبة الاضافة 25% اقول له ماشي سعر البيع المتوقع التكلفة اللي هي المية جنيه في 125 على 100 استنى يا مستر انت جبت المية دي منين دي انت بتقولها يكسب 25% ما المية دي اللي هي التكلفة الاصلة ما انا عايزة عايزة بيع بنسبة 25% زائد التكلفة بدل ما اعملها عملية حسابية معقدة بزود 100 على النسبة اللي مدهاني واضربها نقول واحدة تانية اذا كان تكلفة السلعة 15 جنيه يعني انا مكلف سلعة مكلف سلعة 3 جنيه اذا كان تكلفة انتاج واحدة 3 جنيه وها مش الربح 25% فما هو سعر البيع المتوقع زي ما انت قلتوا كده بالزد التلاتة في 125 على 100 قال لي تكلفة واحدة 10 جنيه ونسبة الربح 40% يبقى 10 في 140 على 100 سلعة تكلفتها 15 جنيه وها مش الربح 50% يبقى 15 في 150 على 100 اي مسألة جيلك كده بيطلب فيها سعر البيع اعملها زي ما انا قلت كده بتديك على طول سعر البيع تاني نسبة الاضافة دي مصطلع مهم جدا يعني ايه مصطل نسبة الاضافة دي النسبة التي يضفها المنتج على ايه على سعر التكلفة بيضفها على سعر التكلفة طب بيضفها ليه لتحقيق ربح معقول وخلي بالك ربح معقول احنا قلنا نقطة مهمة جدا اذا كانت السلعة اللي انا هنتجها السلعة دي لها مثيل في الاسواق في زيها في الاسواق يتم تسعرها على اساس على اساس السوق على السعر السائد في السوق اما اذا كانت السلعة اللي انا هنزلها السوق ليس لها مثيل او منتج جديد بقى بحسب التكلفة ازاي بقى طريقتين الاول حاجة عن طريق او عن طريق التسعير على اساس التكلفة او حسب قدرات المستهلك ده بالنسبة للنقطتين المهمين دول نكمل الحالات اللي معانا ما هي مصادر الافكار للمشروعات برضو بيجينا سؤال مقالف الامتحان ايه المصادر اللي بتخلينا افكر في مشروع طبعا اول حاجة وجود موارد غير مستغلة وجود موارد غير مستغلة يعني ايه يعني عندي موارد انا مش مستغلها فده بيخليني افكر اعمل مشروع رقم اتنين عندنا زيادة الطلب على سلعة او خدمة لما يكون فيه زيادة على طلب زيادة الطلب على سلعة او خدمة بتخليني افكر في مشروع ايه اول حاجة وجود موارد غير مستغلة زيادة الطلب على سلعة او خدمة رقم ثلاثة المشاكل التي تعترب عملية التنمية رقم اربعة نقص التسهيلات التسويقية السؤال ده من الاسئلة المهمة جدا 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 برضو من ضمن الاسئلة المهمة ما هي مراحل انشاء المشروع المشروع بيمر بخمس مراحل اول مرحلة مرحلة تحديد المشروع تحديد المشروع اعداد المشروع تقييم قبل التنفيذ تنفيذ تقييم بعد التنفيذ احفظ معايا خمس مراحل لما يجي يقولك ما هي مراحل المشروع اول مرحلة تحديد المشروع اعداد المشروع تقييم قبل التنفيذ تنفيذ المشروع والتقييم بعد التنفيذ السؤال اللي بعد كده اسباب عدم نجاح المشروع وحط تحت مليون خط السؤال ده مهم جدا أسباب عدم نجاح المشروع أو ممكن يجيلك بصيغة تانية أسباب فشل المشروع رقم واحد دراسة جدوى ضعيفة دراسة جدوى ضعيفة المغالاة في عائد الاستثمار جدول زمني متفائل تقدير التكاليف بأقل من كميتها التنبؤ المصرف في نتائج المشروع من ضمن الأسئلة اللي بتجينا على طول في الصح والخطأ إنه يقولك إيه من أسباب نجاح المشروع دراسة جدوى ضعيفة تبقى صحة ولا غلط طبعا خطأ ليه من أسباب عدم نجاح المشروع دراسة جدوى ضعيفة يبقى عندنا خمس أسباب تخلي المشروع يفشل يبقى ما يجينا سؤال في الامتحان يقولي ما هي أسباب عدم نجاح المشروع أول حاجة دراسة جدوى ضعيفة المغالاة في عائد الاستثمار تقدير التكاليف بأقل من كميتها التنبؤ المصرف بقائد المشروع تقدير التكاليف بأقل من كميتها دي الأسباب اللي بتقدي لفشل المشروع برضو هشرح لك حتة كده مهمة اسمها عناصر المشروع مؤتة سريعة كده إيه هي عناصر المشروع؟ لما بنجي نعرف المشروع بنقول هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال من أجل الحصول على منافع متوقعة عناصر المشروع ثلاثة إيه هم حاجة اسمها تكاليف إبادات وعم المشروع يبقى تاني عناصر المشروع بيتكون من ثلاث حاجات إيه هم التكاليف والإبادات وعم المشروع بس مش ده المهم المهم بقى إيه إنه هو بيجيب لك معنى الكلام ده إيه بمعنى يطلق على التكاليف تدفقات نجدية خارجة تاني يطلق على التكاليف أو تسمى تدفقات نجدية خارجة أما الإرادات يطلق عليها تدفقات نجدية دخلة يبقى تاني التكاليف تدفقات نجدية إيه رفع عليكم خارجة أما الإرادات تدفقات نقدية دخلة عمر المشروع بنسميه الفترة الزمنية يبقى لما يجي يقولك عناصر المشروع كم عناصر تقوله تلاتة إيه هم تدفقات نقدية خارجة اللي هي التكاليف تدفقات نقدية دخلة اللي هي الإرادات وعندنا كمان فترة الزمنية عمر المشروع برضو من الأسئلة المقالي المهمة واللي بتيجي على طول ما هي مصادر تمويل المشروعات المشروع بيجيب مصادر التمويل منين عندنا أربع مصادر للتمويل تمويل داخلي عن طريق أموال ملاك أصحاب المشروع تمويل خارجي عن طريق القرد التمويل الخارجي بيبقى عن طريق الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المؤسسات المشروعات الصغيرة تمويل بالاقتمان وتمويل بالاستئجار يبقى لما يجي يقولك مصادر التمويل قلوا لأربعة دول يهما لأربعة رقم واحد تمويل بالاستئجار تمويل بالاقتمان تمويل داخلي وتمويل خارجي طبعا احنا كده غطينا جزء كبير ان شاء الله من المنهج ولو فيه وقت ان احنا نكمل الحلقة التانية من المراجعة بتاعتنا في مادة ادارة المشروعات هنكملها بإذن الله الامتحان هيجي سهل بإذن الله نشد حنة وان شاء الله ربنا يوفق كل الطلبة والطالبات وارجو انكم تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته